بشهدين أهلا بكم إلى فقرة سريضة اليوم التي نبدوها بكرة القدم حيث سأنف المنتخب الوطني المغربي اليوم تدريباته بأجدير السادة للمباراة التي ستجمع بالمنتخب الليبي يوم الجمعة المقبل برسم الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة ضمن تصفية كأس فرق للأمم في كرة القدم الجابون 2017 وكان المدرب بادو الزاكي قد منح يومين راحة للاعب المنتخب الذين فضلوا في معظمهم قضاء عطلة نهات الأسبوع في مدينة مراكش قبل أن يعودوا الليلة الماضية لأجدير ويستأنفوا التدريب اليوم يذكر أن المعسكر التدريبي للمنتخب الذي انطلق الأسبوع الماضي شهد مغادرة الثلاثة لعبين بسبب الإصابة هو الأمر يتعلق بكل من عبد العالي المحمدي وسوفيان بوفال وزكريا البيض